وزير الموارد المائية مهدي رشيد خلال مؤتمر سحفي عقده في محافظة ديالة أنهم سيلجؤون إلى المحافل الدولية لاستحصال حقوقهم المائية من إيران إذا أصرت الأخيرة على قطع جميع الموارد المائية عن ديالة ورفضها الانصياع لاتفاقيات تقاسم أضرار شح المياه الإقليمية وأضاف أن الجانب الإيراني لم يبدأ أي تجاوب ومازال يقطع المياه عن أنه رواجة دول سروان والكارون والكرخة والوند ما سبب أضرار جسيمة لسكان ديالة وأشر الوزير إلى أن الأمر مرهون بتعاون الجانب الإيراني وفق أسس علاقات حسن الجوار والمصالح المشتركة طبعا